السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا سهلا بكم في قناة التكنولوجيا اليكترونية الحديث معاكم المهدس هاني اليوم اليوم فيديو جديد عن اللامبا ليد النيون طبعا اللامبا ليد النيون نستخدم نوع واحد من اللامبا النيون اللي هي اللامبا النيون البلاستيك النوع ده من اللمبات الاضاءة بتاعته تلجي اضايته قوية جدا بيضة تلجي جميلة جدا عشان كده انا مبركز دايما على النوع ده من اللمبات ودايما بقول ياريت تشيروا من النوع ده من اللامبات او اللامبا ديت بالذات لانها ممتازة جدا في الاضاءة وزي ما انت شايفين احنا منخرج شريط لمبات الليد اللي موجود في اللامبا النيون طبعا هات شريط لمبات كبير جدا مليئة من لمبات الليد اللي اضايتها تلجي بيضة جميلة جدا جدا 96 لمبة من لمبات الليد راجبين على شريط من الفايبر وطبعا مفيش تبريد في الشريط دوت وده دليل على ان اللامبات ديت من النوع اللي هي بتتحمل درجة الحرارة يبقى انا عندي لمبات اضايتها تلجي قوية جدا وكمان بتتحمل درجة الحرارة طبعا تقسيمة اللامبات دي زي ما انت شايفين كده كل لمبتين مع بعض يعني الشريط ده كل لمبتين متوصلين توازي مع بعض فيه بقى الشريطي التاني اللي احنا كنا شرحناه قبل كده في فيديو سابق في القناة برضو موجود ده عبارة عن شريط لمبات من الليد بس متركب على شريحه من ال people اما الشريط دوت من الفايبر دي ما اقل Mohs لكم قبل كده طبعا كل شريط من الشرايط له تقسيمة ده كل لمبتين توازي مع بعض طبعا بين اللامبة دي واللامبة دي في توالي يعني فيه وصلة من اللامبتين دل واللمبتين دول بحيث ان كل لمبتين يبقوا توازي وبعدين اللامبتين اللمبتين اللي بعدي هم توالي يعني انا فيه خط بين اللامبة دي والمبتين كما تردون طوازن أنا لدي الملبة الأولانيان المتصلين بهذه الطوازن وبعد ذلك التوازنektارية التوازن معamb 또 nós تقلل بخط مثلما Sahs وصله بدون المدزقة يشرم ثلاثةين ثلاثةين خط مشترك ثلاثةين لمبتächين لدي كلها دولات كما احضرنا فيها دورةً تعالوا نجرب باللما كما تردون سنجيب §uy نسمط على 3V لكي تعمل مناسب هذه الأمر انا عايز اقول لكم انها بتتحمل لغاية اربعة فولت بس احنا هنتشغالها على تلاتة فولت هنجيب البورس بلاي ونضبطها على تلاتة فولت ونبدأ نجرب اللمبة بتاعدي دائما تشايفين كده هبدأ انا اجرب اول لمبتين مع بعض دائما تشايفين كده اللمبتين دول مع بعض خط واحد لمبتين كده مع بعض فيه توازي مع بعض كانهم لمبة واحدة يبقى انا كده عندي لمبتين متوصلين مع بعض طبعا انا ممكن اجي كده من جنب اللمبة واكحط البوهية الصغيرة ديت وعشان اخد من اقرب نقطة جنب اللمبة بحيس ان انا قدر اوصل اللمبة لو حبيت ان انا قطع اللمبة في الجزئية دي دائما تشايفين كده انا وصلت اللمبة شغالة على تلاتة فولت تمام؟ يبقى انا كده دول لمبتين دا ما ادي شايفين طبعا انا لو حبيت اخذ اربع لمبات فانا هوصل الاربع لمبات دول على ستة فولت كده دول تلاتة او دول تلاتة يحتاج الامبات عشان اوه اشغل الامبات اما dancing every 4 which simpler شريط انوص من المعدل شريط الامبوني دا كل اربع لمبات مع بعض ده تدن له تقسيمه او ده لي تقسيمه دا اربع لمبات مع بعض وده لمبتين مع بعض شريط muncul شريط الامبوني اما شريط ال February كده من اقول لكم كل لمبتين مع بعض سوريا اضعرا للامبتين لك كده انوص بعض ابسك beautiful شريط زي ما تشايفين كده احنا هنبدأ نجرب اللمبتين دول على 3 فولف وقلت لكم زي قبل كده ان اللمبة بتشغل على 4 فولف ممكن تشغل لغاية 4 فولف زي ما تشايفين كده اللمبة من وراء جميل جدا ودقتها بيضة تلجي جميلة جدا جدا يبقى انا كده شغلت اللمبة دي على اقوى ضاءة لها على 3 فولف دلوقتي بقى ده شريط اللمبات اللي معانا وحاق دين نقسم بقى اللمبات بتتأول حاجة تمام؟ يبقى انا كده عندي اللمبتين القونين دول بيشتغلوا على 3 فولف طيب انا عايز قسم اكتر من كده عايز اربع لمبات عايز اشغل على 6 فولف يحتاج بقى اربع لمبات اللمبتين القونين 3 فولف ولمبتين التانين 3 فولف وفي بينهم كبري او مشترك يبقى اللي اربع لمبات يشغل على 6 فولط زي ما تشايف انا بحاول اشغلوا مع 3 فولت م sounding engage يحتاج ان انا ازود الباور سبلاي وارفعه لستة فولت يبقى انا كده هرفع البورس بلاي بتاعي على ستة فولت علشان اقدر اشغل لاربع لمبات تمام هنبدأ بقى كده نجرب زي ما نشايفين الاقضاءة بتاعت اللامبات اشتغلت اذا اربع لمبات على ستة فولت يبقى انا كده كل اربع لمبات شديني ستة فولت طيبا لو عايد ايعمل شريحة اتناشر بقى هحتاج كم لمبة هحتاج تمن لمبات هنيجي كده نقصف تمن لمبات من الشريط عشان نجربهم على اتناشر فولت ده ما نشايفين ده ده كده شريط تشتغل على اتناشر فولت اتنين اربعة ستة تماني كده دول تمام لمبات تعال نشوف كده اول اربع لمبات اللي هما شغالين على ستة فولت والتاني اربع لمبات على ستة فولت طيب التامن لمبات كلهم بقى يشتغلوا على قد ايه يشتغلوا على اتناشر فولت هنبدأ بقى نزود البورس بلاي بتاعنا ونرفعه لأتناشر فولت هنزود كده واحدة واحدة البورس بلاي بتاعنا لقيت منكليه يجعل عليه يشتغل على 12 فولت كده الفورس بلاي الشغل على 12 فولت ده ما اتشايفين كده 12 فولت هنبدأ بقى كده نجرب اللمبة بتاعتنا تشوف كده ده ما اتشايفين كده اللمبة اشتغلت معانا كويس جدا على 12 فولت يبقى انا لو عيد اشغل شريحة 6 فولت هشغل لو عيد 12 فولت هشغل ормبة المعدن دي كل عربع لمبات فيها على 3 فولت طيب انا عشان اشغل بقى اا شريحة 12 هحتاج 16 لمبة من اللمبة من شريط اللمبات المعدن ليه لان كل اربع لمبات في خط واحد تلاتة فولت ده ما تشايفين كده انا مشغل الشريط المعدن على 12 فولت طيب ايه الفرق بين الشريط ده والشريط ده الشريط التاني المعدن اضاقته مش ابيض تلجي اضاقته محبرة شوية لكن الشريط الفايبر اضاقته تلجي جميلة جدا واضاقته قوية جدا ففيه فرق بين الشريط التلجي والشريط المعدن عشان كده لو حبيت ازود الاضاقة ممكن اركب زي ما تشايفين كده شريطين 12 فولت يعني انا ممكن اقص شريط تاني 12 فولت كده ويبقى انا كده عندي 16 لمبة وهنورهم برضو على 12 فولت وقدر ازود بعد كده زي ما انا عايزت يعني ممكن كمان اقص تاني 12 فولت كمان يعني ممكن ازود اللمبات بتاعتي ال 12 و12 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 وطبعا التأسيمة كلها على 8 لمبة زي ما تشايفين كده كل 8 لمبة 12 فولت زي ما تشايفين نبدأ كده كل 8 لمبة 12 فولت بس نبدأ من بداية العود عشان خاطر ما نتلخبطش عشان شريط اللمبة له تأسيمة بتبدأ مع بداية العود تمام؟ هنبدأ بقى كده نقطع شريحة كمان زي ما تشايفين كده انا عندي 5 شرايح كل شريحة بتشتغل على 12 فولت عايزين بقى نوصل كل الشرايح دي مع بعض ونعمل منهم لمبة قوية جدا زي ما تشايفين كده هنبدأ كده نقشر البوهية الصغيرة اللي على جانبين الشريط من اليمين والشمال ونبدأ نجرب كده زي ما تشايفين كده هنبدأ نقشر كده البوهية دي بتتقشر بمنطقة البساطة بأي مفك عادة صغير أو قطر عندك تقدر تقشر كده البوهية تطلع مجموعة سهول زي ما تشايفين كده احنا عشرنا كده العيدان بتاعة اللمبات ونبدأ نشعارها كده بالأزير عشان نقدر نلحم عليها الأسلاك بتاعتنا زي ما تشايفين كده كل عود على الطرف بتاعه وحط نقطة أزير عادي نبدأ بقى نجرب كده اللمبات زي ما تشايفين كلها منورة ما شاء الله كميلة جدا جدا طيب هنبدأ بقى نوصل اللمبات كده مع بعض علشان خاطر ايه نشغالهم كلهم مع بعض زي ما تشايفين كده جبنا سلك هنوصل من العود ده للعود ده من الشريحة دي للشريحة دي هنبدأ كده كمعن من الشريحة دي كده احنا وصلنا شريحتين هوم pay زي ما تشايفين ونبدأ نجربهم علي 12V اللي اتنين نوروا مع بعض إضاءة واحدة جميلة جدا هنبدأ نحط كمعن الشريحة التالتة زي ما تشايفين كده وكل ما زوج شريحة كل ما الإضاءة هتزيد كل ما زوج شريحة كل ما الإضاءة بتاعتي هتزيد زي ما تشايفين كده انا مزوج شريحة تالتي هيت طمام يبقى كده تلس شريح عندي يبقى انا كده اشغلت تلس شيح دول على 12 فورت زي ما تشايفين كده هاتش تلس شريح يشتغله كوي stimulate طبعا اشغل بقى ال 4 وال 5 الشريح دي بنفس الطريقة ابدأ بقى كده اوصل الشريحة الرابعة زي ما تشايفين كده وزي ما تشايفين كده انا مستخدم السلك الاحمر عشان اميزه بالموجب والسلك الاخضر اميزه بالسالش كده انا وصلت الشريحة الرابعة زي ما تشايفين بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة هابدى اجرب بقى كده الاربع شريح بتوعي ينورو والاضاءة ما شاء الله قوية جدا انا مش محتاجي الشريحة الخامسة عشان اوصلها وفي اي نقط قدر انور اللمبة بتاعتي اوصلها كهربع تشتغل معايا كل اللمبات زي ما تشايفين كده طبعا كل الشريح كده طبعا انا عندي شريحة صغيرة ثلاثة فولت ممكن كمان استعمل شريحة ستة فولت يعني انا عملت دلوقتي اتناشر فولت دلوقتي بقى نعمل شريحة تشغل على ستة فولت وعشان اعمل اللمبة تشغل على ستة فولت لازم اقطع الشريحة تكون اربع لمبات يعني كل اللمبتين تلاتة فولت زي ما احنا قلنا يبقى اربع لمبات ستة فولت يبقى زي ما تشايفين كده احنا عملنا شريحتين كل شريحة بتشتغل على ستة فولت هنظبط البورس بلاي بالتبط على 6 فولت نارسة الى السبب وداول الدهس صغري وداول الدهس صغري سملاول الدهس او دغط او شهاد غير مفوت او از histogram � Billy ابدأ اجرب الشريحتين بتوعية على 6 فولت لما انت شايفين كده احنا منجرب دلوقتي على 6 فولت اصبح كده الشريحتين ان اوروا على 6 فولت بان اعملت اربع شريح على 12 فولت وشريحتين على 6 فولت وممكن ازودهم 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 زي ما انا عايز ازود شريح اللمبات لو عايز ازود الاضاءة طبعا ممكن اعمل بردو بنفس الطريقة بالشريحة 3 فولت لو عايز اعمل كشاف صغير يشتغل على 3 فولت ممكن اركب لمبتين اثنين وعمل شريح وزود اللمبات زي ما اعايز واشغل كل اللمبات على 3 فولت ميزة اللمبات اللي ادي دي كل ما تجمع للمبات اللي ادي اكتر كل ما تركز الاضاءة وتبقى اقوى دي يعني احنا دلوقتي كده لمينا شريحة ال 12 فولت لمينا الاربع شريح اللي احنا وصلناهم مع بعض على 12 فولت خليناهم كلهم جمب بعض عادين نشوف اضاءتهم كلهم الاربع لما يبقوا جمب بعض هيدوني اضاءة قوتها قدية تعالوا نجرب كده مع بعض هنزود الباورس بلاين نرجعه على 12 فولت عشان الشريحة دي بشغل على 12 فولت وهنبدأ كده نجرب اللمبات لما نجمعهم كلهم يبقوا جمب بعض كما تشايفين كده احنا منزود الاضاءة منكسف الاضاءة كما تشايفين الاضاءة قوية جدا جدا اصبح كده عامل زي الاسبوت بالضبط اضاءة قوية جدا وطبعا انا لو عايز اعمل بقى امبريل كبير اديني اضاءة قوية جدا ازود بقى عدد الشريح زي ما انا عايز على 12 فولت وممكن ركبها في العربية عندي تشغل على بطارية العربية 12 فولت وممكن ركبها في الشقة عندي اشتغلها على ادوبتور دي ادوبتور ريوثيفور تشغل على 12 فولت وتشغلها على حاجات كتير افكار كتير وكتير افكار جميلة جدا ممكن نعملها من اللمبانيون ومشاريع كتير جميلة سنعملها ان شاء الله في الفيديوهات الجاية اتمنى انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولو عجبك الفيديو اضغط لايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي الجميع